رجل يجد كيس قمامة في الطريق وعندما فتحه اكتشف مفاجأة كبيرة سبحان الله عاثروا على شيء يتحرك في كيس القمامة وعندما قاموا بفتح الكيس وجدوا شيء اغرب من الخيال كان يوجد شخص اسمه سعيد ينوي الذهاب الى العمل باكرا مثل اي موظف عادل حيث قالت له زوجته ان يقوم برمي كيس القمامة في المكان المخصص لها لان زوجته كانت على وشك الخروج من المنزل وكانت تحمل معها طفلها الرضيعة وبعض الاشياء الاخرى لذلك لم تكن تستطيع حمل القمامة فقام السعيد بالذهب الى العمل ولرمي كيس القمامة وعندما ذهب لرميه وجد صوت غريب يصدر من كيس قمامة اخر ستذهلون اشد الدهول عندما تعرفون ما هو الشيء الذي وجده سنتعرف سويا على هذا الشيء ولكن اذا كنت مسلما ادعمنا باعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو عندما ذهب لرميه وجد صوت يصدر من كيس قمامة اخر حيث زادت دقات قلبي صعيد من الخوف بما يمكن ان يكون داخل هذا الكيس ولكنه تشجع وقام بفتحه فوجد طفلا رضيعا في غاية الجمال وكان يبدو عليه انه تابعا لعائلة غنية جدا بسبب ملابسه الباهضة حيث قام سعيد باخده الى المنزل الخاصب وذلك بعد ان خرجت زوجته وقرر ان يجلس مع الطفل في المنزل ولا يذهب الى العمل حتى عودة زوجته فعندما عادت زوجته قام سعيد باخبار زوجته عن قصة هذا الطفل وكيف وجدته الى اخره ولكن الزوجته قامت بالصراخ عليه وقالت له لماذا اخذت هذا الطفل لانه سوف يستهلك مصارف زيادة من مصاريف المنزل لان سعيد كانت حالته المادية ضعيفة وكان فقيرا فقام سعيد باقناعها وهي كام لم تستطيع التحمل فقامت بارضاع ذلك الطفل وبعد مدة قامت عائلة هذا الطفل بعرض مكافأة لمن يعتر على طفلها وبالفعل قام سعيد بارجاع هذا الطفل لعائلته دون القبول بالمكافأة لذلك قام والد الطفل التاري بتوظيفه بوظيفة مناسبة له في احد مصانعه عندما عرفه فقيرا ويحتاج الى المال اللهم اني اعود بك من الهم والحزن واعود بك من العسل والكسل واعود بك من الجبن والبخل واعود بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واعنيني بفضلك عن من سواك اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما معن ولا ينفع دل جد منك الجد اللهم إن كان رزق في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فقرب وإن كان قريبا فيسر وإن كان قليلا فكتب وإن كان كثيرا فبارك لفيه إن أعجبكم فيديو اليوم من قناتي هل تسمع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة